دلوقتي احنا يمكن عندنا بعض التخوفات يمكن انت ذكرت ابو جبل يمكن فيه كان كلام في الفترة الاخيرة على يعني انخفاض شوية من مستوى حراس المرمى بشكل عام يعني ابو جبل والشنوي يمكن برضو من ساعة ما رجع من الاصابة وهو برضو مش المستوى بتاع الشنوي قبل الاصابة فده احنا بقى علشان الاستعدادات للمنتخب يعني شايف احنا هيبقى دور الحراس المرمى دور مهم جدا يعني فشايف احنا نقدر ان احنا يستعيدوا مستواهم تاني لمباراة السنغال هو الله هو يعني احنا بنتكلم في الحراس اللي عندنا حراس المهمة طبعا محمد الشنوي ابو جبل ومحمد صبحي بتاع فاركو فاحنا بنتكلم ابو جبل اه طبعا شفنا تراجع مستوى جامد ابو جبل اللي اتأثر جامد اوي بالهالة الاعلامية اللي اتحطت عليه فهو بدأ يركز في حاجات مش في الكورة طبعا اول ما رجع كانت الامور متعلقة جامد اوي لابو جبل ان هو يشيل نادي الزمالك وكل حاجة بدأت النتائج مساعدتش ابو جبل بدأت اخطاء ترجع تاني لابو جبل فالامور بدأت يعني اللعيب نفسه نفسيا ببقاش مهيئ فعشان كده ظهر بالمنظر اللي احنا شفنا هو وارد ان اللعيبة تفقد تركيزها شوية يعني والاخطاء خاصة في حراس المرمى دايما بتبقى لا تختفر يعني غير باقي اللعيبة يعني دايما حراس المرمى بيبقى عليهم الاسبوت بتاع ان هو لو غلط بتبقى مشكلة كبيرة جدا لكن هي دلوقتي يعني احنا طبعا مصر دايما في حراس المرمى بالذات يعني عندها امكانيات كبيرة جدا فهل ممكن نشوف مثلا حراس جداد يقدروا يخشوا في المنافسة ان احنا عارفينه طبعا الشنون وابو جبل هم حتى مع انخفاض مستوىهم انما هم لا يزالوا هم الابرز والافضل في افريقيا يعني كمان مش بس في مصر لكن هل ممكن مع نزول المستوى شوية ممكن نشوف حراس جداد مثلا على رادار كيروش خلينا نكون صراح لو يعني مستقبلا ممكن اما دلوقتي الوقت صعب جدا احنا نتكلم في 11 يوم فاعتقد يعني ان كروش برضو هيبقى مستقر على محمد الشناوي ان الشناوي هو الحارس الاساسي من مصر وهو رقم واحد حتى برضو في اثناء ابو جبل ما كان برضو مستوى قويس برضو الشناوي يزال رقم واحد الشناوي طبعا اسمومه طبعا هتعلى تاني بعد ماتش سانداونز اه رغم الخسارة اللي ان الشناوي قدم ماتش هايل جدا 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 وانقذ الاهل من هزيمة كبيرة يعني فالشناوي اكيد هيبقى رقم واحد واعتقد ابو جبل يعني حتى لو الشناوي اللي قدر الله قدر الله حصل له حاجة ما اعتقدش ان ابو جبل هيبقى رقم اثنين اعتقد ان محمد صبح هو اللي هيكون موجود بعد الشناوي لان ابو جبل متأثر نفسيا جدا بيفكر في العروض حالة الزمالك اللي موجودة لكن دي ترجع لكروش طبعا وعصام الحضري هما اللي اقدروا يهيئوا الحارس للماتش اللي جاي اشتركوا في القناة